يبدو أن العالم مقبل على منطقة صراع جديدة فمن الحرب الروسية الأوكرانية شمالاً إلى انقلاب النيجر جنوبنا زادت التوترات في شرق العالم وتحديداً في بحر الصين الجنوبية بعد إطلاق خفض السواحل الصينية خراطيم المياه على زورق إمداد فلبني في منطقة بحرية متنازع عليها التصرف الصيني دفع مانيلا لستدعاء سفير بكين مؤكدة أن لها لن تتخلى أبداً عن الجزيرة الصغيرة المتنازع عليها كما قال رئيس فلبين فريدناندا ماركوس إن بلاده ستواصل الدفاع عن سيادتها وحقوقها في بحر الصين الجنوبية الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي وحلفاؤهما الرئيسيون بما في ذلك أستراليا واليابان عبروا عن دعمهم للفلبين والقلق بالشان تصرفات السفينة الصينية فيما جددت واشنطن تحذيرها بأنها ملزمة بدفاع عن حليفها القديم في المعاهدة إذا تعرضت السفن والقوات العامة الفلبينية لهجوم مسلح بما في ذلك في بحر الصين الجنوية دخول الولايات المتحدة على الخط دفع الخارجية الصينية للتنديد ومطالبة واشنطن بالتوقف عن استخدام قضية بحر الصين الجنوبية لزرع الفتنة بالمنطقة مؤكدة على ضرورة احترام الحقوق الإقليمية والبحرية للصين اتخاذ الضوابط الضرورية ضد السفن الفلبينية التي دخلت مياهها بالشكل غير قانوني ولطالما كان بحر الصين الجنوبي مصدرا للتوتر بين بكين ومنلا حيث تدعي الصين بأن لها سيادة على كل ما يقرب من مليون وثلاثمائة ألف ميل مربع ببحر الصين الجنوبي وكذلك معظم الجزر داخلها حتى تلك التي تبعد مئات الأميال عن البر الرئيسي للصين ويشمل ذلك جزر سبراتلي التي تسميها بكين جزر نانشا وتتكون من مئة جزيرة صغيرة وشعاب مرغانية تطالب بها الفلبين وماليزيا وبرناوي والتايوان كليا أو جزئيا